يا شيخ الشر برا وبعيد نموت ببلاج في البسنة هم البسنويات محجبات هكذا قيل عن الفلسطينيات في المخيمات وهكذا قيلة في أفغانستان هم الأفغان يعني مؤمنين ولا موحدين ولا متصوفين أماليا بوفلان سنجتمع الساعة السادسة صباحا في أوجي الشتائي وزمهرير الشتائي رايحين وين؟ رايحين نتبح غرفان خروف ده لمركبة إيه؟ سمين والدهنة كله تمام عشان العيال وأم العيال تعجب بسبع البيت لم يحمل سكينا للجهاد وإنما ذبح خروفا ليملأ معدتها سيدنا جابر بن عبد الله إخواني كان معلق خروف على كتفه فقابله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ما بيحبش الفوضى دلع في الأم الإسلامية ده كلام سائق فقال له إيه ده يا جابر قال له يا أمير المؤمنين لقد اشتهيتوا اللحم فذهبت واشتريتوا هذه القطعة قال له عجبا لك يا جابر أكلما اشتهيتها اشتريت؟ كل ما بتهف نفسك مثل ما بيعمل صدام حسنو فهد ومبارك وغيره منه زعماء يأتون بالطعام من مكسيم من باريس طيارة بوينغ 747 تسافر من أول الأمة الإسلامية الجائعة على حساب الأكراد المشردين والفلسطينيين المحطمين والألثيين المضطهدين والصوماليين الجائعين تخرج طائرة الرئاسة مع حرس الشرف لا لتنزل في القدس وتعلن الجهاد لا لتقتحم واشتن أو باريس إنما إلى مطعم مكسيم وما أدراك ما مكسيم إخوانك المغارب اللي عاشوا في فرنسا يحكوا لك قصص ألف ليلة وليلة عن مطعم مكسيم والطعام الفاكر الذي يقدم فيه فيقول عمر أمير المؤمنين مش واحد وعز غلبان زي بلخبط وبشلفط لا أمير المؤمنين تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم بدون مزايدات يقول له يا جابر أما تخشى أن تكون من من جاء فيهم قول الله تعالى قال وما يقول الله تعالى قال ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تشزون عذاب الهوني بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون نوع الأول ولحم من عند الجزار الخياط وإيش يا آخر تمام قال له يا إمام ما تسمحني يا إمام ما تأخذني سمحني إن معدتي ملئت إلى أنفي قال له عجبا وهل يأكل المسلم حتى يشبع هذه هي الأمة التي أسقطت عرش كيسر وكسرى والتي انتزعت القيادة من العالم ونحن نقرأ تاريخ أمريكا المجرمة تاريخ الكاوبوي الذي اقتحم بيوتنا وفرض علينا تلفزيونات وأفلام هوليوود التي تروج للجريمة والجنس والدعارة وكفة المساوئ الأخلاقية هذا هو البناء الإسلامي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله دلني على عمل إن إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال له عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس هل نحن من الزاهدين يقولك رهيم بن أذهب العالم الربني كان أميرا فتلك الرياسة ومشى إلى طب القلوب والنفوس يقول الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم ما غلبني إلا فتى من خرسان قالوا له كيف يا إمام قال كنا نتذاكر الزهد ليس تاريخ الكوبوين والقضاء على الهنود الحمر والفتنميين وذبح الشعب الإرتيري واللبناني وإذنال البشرية يقول إبراهيم بن أدهم كنا نتذاكر الزهد يوما فقال لي الفتى ما الفتوة عندكم كيف انتم المؤمن المستقيم فقال له إبراهيم بن أدهم نحن إذا فقدنا صبرنا وإذا وجدنا شكرنا إذا امتحننا الله بالقلة لم نغش ولم نسرق ولم نتهرد من الضرائب ولم نخل الأمانة ولم ننقض العهور نحن الفتوة الاستقامة عندنا إذا فقدنا صبرنا رضينا وإذا وجدنا شكرنا حمدنا الله فرد عليه الفتى الناشئ من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يقول له أما الفتوة عندنا فنحن إذا فقدنا صبرنا وإذا وجدنا آثرنا بقينا على صبرنا وعلى حاجتنا وآثرنا الآخرين عليها هذه أعلى مراتب الإيمان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة ومن يوق شح نفسه فقد فات نرجع للتاريخ المزعش نترك تاريخ الصالحين ونتبين سبيل المجرمين كما أمر الله عز وجل فنحن في بيت الله مع شرع الله ومع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسلت أمريكا سنة 1801 أول أسطول وهددت به ترابلس 1800 واحد هددت ترابلس المسمى بليبيا الآن لتلتزم بمعاهداتها مع أمريكا سنة 1815 أعلنت أمريكا الحرب على الجزائر وأرسلت أسطولاني لأول مرة إلى البحر المتوسط في سنة 1829 عقدت الولايات المتحدة الأمريكية أول اتفاقية سياسية مع الخلافة العثمانية التي كانت تواجهها التهديد الروسي في ذلك الوقت وقبل أن أنتقل إلى الجابهة المصرية والإيرانية في سنة تقول الكتابات التاريخية واعتبروا يا أولي الأبصار في سنة 1900 وميلادية كان عدد البعثات التنصيرية الأمريكية في تركيا في الأرض التركية ليس في كل أرض الخلافة الرثمانية 29 بعثة فيها 126 منصر وهذه البعثات كانت تدير 36 مدرسة عليا فيها 1700 طالب مسلم تركي وكانت تدير 398 مدرسة ابتدائية فيها 1500 طالب مسلم في سنة 1900 كانت أمريكا تخطط أمريكا إخواني هي التي أرسلت نواب المخابرات لاختيار طائفة مصيرية الباطنية الكفار في بلاد الشام وفتحت لهم الطريق ليتسلطوا على أهل السنة ويخدموا مصالح الكفر والإلحاد إلى أن يأذن الله بتبديل الأمر المخابرات المركزية الأمريكية ومايلز كوملان وستيفنز في مصر هم الذين أجروا الاتصالات مع جمال عبد الناصر ووعدوه بالعز والتمكين إذا أضار ظهره للإسلام وقام باعتقال الإخوان المسلمين وإرسالهم إلى المشانف من زمان أمريكا بالتكتك من زمان أمريكا بتخطط والمسلم بيخطط إيه في الدنمر؟ بيخطط يطلع يتبح خرفان الساعة 6 الصبح يتبح خرفان اللي كفيفين الخرف بتلتمية كورون وليش نشتري من متاجره ندفع الممص والذي منه ده كله لحم حلال ويحسسه على بطنه وكرشه الممتلئة هذه أمة الزهد أم الأمة التي تتسابق على قاعدة البقاء للأصلح وغيرها من صور الاستبداد في مصر يا إخواني قبل أن أختتم الخطبة سنة 1854 أول بعثة مصرية إلى مصر في سنة 1856 عقدت أول معاهدة صداقة مع بلاد فارس ما كانش اسمها إيران كان اسمها بلاد فارس أبو الشاه إيران محمد رضا بهلوي هو الذي سماها إيران بعد ذلك وفي سنة 1907 عينت 1907 الولايات المتحدة انتدبت مورغان شوستر ليكون وزير المالية في دولة إسلامية هي إيران في سنة 1907 يتولى الوزارة والسلطة الرسمية مضعوث أمريكي للمحافظة على مصالح أمريكا في تلك المنطقة وتتكرر المنظر بواسطة ميسل بوك الذي أرسل عام 1922 واحد من الشباب يقول لي ألم تعلم عن نورمان شوارتسكوف قائد قوات التحالف في الخليج قلت له ماذا أعلم قال إن أباه كان رئيس محطة السي آي اي سنة 50 في إيران عندما خططوا للقضاء على الثورات التحررية التي بدأها مصدقة رئيس وزراء إيران بطرد الأمريكان والبريطان والمحافظة على الثروة البترولية الإيرانية ذرية بعضها من بعض نورمان شوارتسكوف لم يختاروه عبثا فإن له سجل في الأسر التي تخصصت في محاربة المسلمين صفحات مطويات من تاريخ والمسلمون يستفقون بعد فوات الآوان جئنا إلى أوروبا ضاع أطفالنا ذابت زوجاتنا استبدوا بكرمتنا ضيقوا علينا بالقوانين والتشريعات هذه الصفحات إخواني في سنة 1917 أعلن الرئيس ويدرو ويلسون لأول مرة الخطة العالمية مبادئه التي تسمى مبادئ السلام وكان الهدف منها سنة 1917 في أعقاب الحرب العالمية الأولى هي وضع التخطيط المبرمج لأمريكا في منطقتنا إخوة الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الهاكم التكاثر فاستمع عليه الصحابة فقال لهم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت أو تصدقت فأفنيت يقول الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ألم تقل بريطانيا أنها لا تغيب عنها الشمس ألم تقل فرنسا أنها أم الدنيا ألم يقل بيسمرك أنه سيوحد ألمانيا ويخدع أوروبا ألم يقض استالين ويحتل بلاد المسلمين أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال إن الزلازل التي تضرب القاهرة اليوم إنقاذ للأمة الإسلامية إن سقوط شهيد واحد في البسنة اليوم وفي كل جبهة القتال سيدرأ عن أمتنا الإسلامية الأخروية الزاهدة الربانية مزيد من نقمات الله وسيؤهلنا إن شاء الله أن نكون في موضع الصدارة لكي نكتب نحن التاريخ كفانا تزيف للتاريخ كفانا تضيع لشباب الأسمة الإسلامية آمن الأوان إخواني في مسجد التوبة وفي كل مكان أن نتصدى لكتابة التاريخ يوم نتجه إلى الله ففروا إلى الله كفاكم حبا للمال كفاكم تثاقل إلى الدنيا كفاكم إخلاد إلى الأرض هذا عمر يقول لجابر أكل ما اشتهيت اشتريت وهذا فتى خرسان يقول له الفتوة عندنا إذا فقدنا صبرنا ما بكينا ما تأففنا ما شكينا على المسلمين ما ذهبنا إلى الكافرين في الأمم المتحدة إذا فقدنا صبرنا وإذا وجدنا إذا أنعم الله علينا آثرنا إن البسنة أمامكم سلسلة جديدة من أبواب الجهار وإن بناء المؤسسات الإسلامية في الغرب أمامكم وإن مسجد التوبة وغيره من المؤسسات الإسلامية هي مواقع تعمل لرفع كلمة الله عز وجل فابذخوا بأموالكم يا ابن آدم ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هذا هو تاريخ أمريكا والكوبوي أما أنا لزعماء الأمة الإسلامية أن لا يقدموا القرابين أما أنا للملك حسين أن يتوقف عن خيانته وعمالته واعتقال النواب المسلمين أما أنا لفهد بن عبد العزيز أن يكون خادما للحرمين وليس خائنا لهم أما أنا للحسن الثاني أن يعتز بتراث الإسلام لا أن يكون ذيلا للأمم الإسلامية آخر كلمة إخوة تذكرتها الآن جلال كشك في كتابه الصحف المصري عن حرب الخليج وضع لكل دولة إسلامية عبارة عن تحليل سياسي فيقول إن تركيا منذ عام 24 تركت الأمة الإسلامية رضيت بدلا من أن تكون في موقع القيادة الأمة الإسلامية أن تكون في موقع الزيلة مع الأمم الأوروبية وتركت أزال حسن يا محسنين بيشحب في جينيف وفي لكسنبورغ وفي بلجيكا مركز الدول الأوروبية المشتركة أعطونا عضوية في سبيل الله لله يا محسنين تركيا رفضت عزة الدنيا والآخرة وخلعت بيعة الخلافة وتركت شعوبنا تتمزق بقوميتها وتتنحر على الدنيا بما فيها ورضيت أن تكون الدولة رقم 30 في الدول الأوروبية توبوا إلى الله واستغفروه إنه التواب الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلي وصحب الأجمعين أشهد أن لا إله إلا الله واختبه لشريك أشهد أن محمد عبد ورسوله والمصطفى من خلقه Brothers in Islam this is our fourth khutbah in our new series unfolded or hidden pages or evidence of history last week I was speaking about the practical emergence of a Christian machinery by the decree propaganda feeder issued by the Pope in Vatican in 1622 the Christians after 16th century decided to propagate Christianity in contradiction to the genuine commandments as have been told by Isa where he have been commissioned to guide the Israelites who had corrupted or had rejected the doctrine of Al-Tawrah Sharia Atmosa This was a secret page the majority of Muslims now did not realize those who had suffered from the Christian missionary in the Indian subcontinent in Indonesia and Africa they did not know that the Christian missionary was the outcome of the contact between Europe and Islamic civilization in Spain the human rights the propagation of faith have been absorbed and transformed from the Islamic civilization in Andalusia and Spain to the Western culture by Martin Luther in 1564 in his reformation process this was a hidden page of the history today Brothers in Islam I was speaking about the first relation between the United States of America and the Muslim countries and especially the Middle East and the Mediterranean basin we have explained in Arabic that America has got independence in 1776 and they have exterminated the Red Indians in massacres more than 10 million Red Indians had been killed by new immigrants from the Christian background again Christianity and massacre and brutality have been associated everywhere and then the weight of gravity the center of gravity of the Jews and missionary people had shifted from Europe to America in 1783 when the Bank of America or the Central Bank have been founded by two Jewish Europeans who had immigrated to America at that time the capital of this bank was 35 million dollars 28 of them have been transferred from Jews in Europe to the Bank of America and the United States to continue their influence and later on when the Jews who were penetrating within the regimes political regimes of Europe were afraid of the emergence power the emerging power of USA had a plan for the civilian war as you know in 1861 which had been very fearful but after that the unity was declared Washington was elected George Washington in 1787 in 1784 the first diplomatic relation was assumed between Morocco and the treaty was signed in 1786 so since 150 years the Americans started to look outside across the Atlantic across the Pacific in every occasion the Muslim nation had become the prey which was very attractive and tempting to these developing superpowers in 1790 the Congress decided to establish the first navy in 1785 a treaty was signed with Algeria in 1799 with Tripoli and 1796 with Tripoli and 1799 with Tunisia the first navy who had come five ships military ships came in 1801 to threaten Tripoli to adhere to the previous treaties in 1815 USA 1815 before the occupation of Algeria who had the strongest navy on the Mediterranean had got a warning declaration of war in 1815 from the American presidents to adhere to the previous treaties in 1829 a treaty was signed with the Khilafah al-Othmaniyah al-Othmaniyah in Turkey the story is mentioning that in 1929 missionary delegation was living in Turkey not Greek land Greek Greece nor Persia nor Middle East in Turkey in particular 162 a priest and missionary was there 36 high schools were established to educate 2700 Turkish Muslims to be the next generation secular who is going to rule the Muslim nation and at that time 398 primary schools were established by missionary people the children pupils were about 1500 in 1854 the first Christian missionary American group had landed in Egypt in 1856 the first treaty signed with Persia it was not called Iran at that time in 1907 Mr. Morgan Schuster was appointed as the minister of finance to the Muslim Iranian government to take command and to plan for capitalism to serve the future interest of USA so it does not confine to the present Gulf conflict or oil it's an old interest and ambitions it is the continuation of the rule which have been set by Allah between powers and nations and tests and defeat and victory and so on in 1922 Mr. Misselbock have been again appointed as the instructor of finance to the Persian government in 1917 the policy of USA was finally shaped by the declaration of peace by President Woodrow Wilson which have given a big attention and care to the interest of Americans in the Middle East brothers in Islam every leader now in the Muslim country from Turkey to Pakistan to Egypt to Jordan is willing to give sacrifice to please the Christian and Jewish superpower Sadat had arrested the majority of Muslim propagators scholars of Islam and then he visited Washington and then visited Jerusalem to make the peace treaty and to trade and to stop the Muslim nation in the back now King Hussein in Jordan had arrested two members of the parliament they have been accused that they are planning to depose the government and to overthrow the King Hussein it is a continuation brothers in Islam this hidden page or event from the history these unfolded facts are being introduced to you to know your responsibility without the leadership of Muslims without salvations under the name of Allah and Tawheed monetizing without the Islamic doctrine the mankind will continue in suffering and in this problem and K-Wasis and so on our role to elevate ourselves our role to show and to show this interest in this world in this present life and to have the confidence in the coming life as being promised by Allah to be rewarded in the heavens in the garden in the paradise Al-Fardows Al-A'la inshaAllah brothers in Islam I am full of hope that the Muslims now in this particular period of history before the end of the 20th century will get command you have seen the earthquake in Egypt it is punishment of Allah every time we have become reluctant to sacrifice to support a desperate Muslim people in any country a punishment will come from Allah to tell us don't afraid of death don't be afraid from superpowers the power of Allah is above all powers the earthquake will come to your country against the navies and armies and all means of defenses be sure and have the trust in Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم واجعل دائرة السوء على أعدائهم اللهم اخلف المجاهدين في أزواجهم وذرياتهم واخلف المأسورين في أزواجهم وذرياتهم وعجل لهم بالفرج القريب يا أكرم الأكرمين اللهم وحد كلمتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وتقبل توبتنا وابضي حوائجنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا سلما لأوليائك واجعلنا حربا على أعدائك اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم فقهنا في ديننا وبصرنا بعيوبنا وألف بين قلوبنا وابعد نزغ الشيطان عنا وهب لنا عزا وتمكينا في الأرض بالالتزام بدينك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أعنا على حفظ فروجنا وأعنا على حفظ بطوننا وأعنا على حفظ ألسنتنا وأعنا على حفظ أبصارنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم العرض عليه اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم اجعلنا من الناجين على الصراط المستقيم اللهم اجعلنا من الواردين على حوض نبيك الأمين اللهم هب لنا رحمة من عندك تثبتنا بها على الإيمان والتوحيد اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضالين آمين آمين والحمد لله وقم الصلاة يوم الاثنين إخواني في محاضرة بعنوان الحاكمية يلقيها الأخ أبو طلا يوم الاثنين الساعة السادسة إن شاء الله